طب انتو ايام رمضان برضو يعني وانت بتصور مسلسل دخل عليكو رمضان تقوسه في اول رمضان وتقوس اخر رمضان الفرق مسلسل مثلا زي زي ابي الجبل او دوش شارد او جلباب ابي دول ما صورتنا همش في رمضان دول تجحزوا وتصوروا قبل رمضان الله اكبر وكان الشغل اللي هو بروفات نوعد شهر ونص بروفات ترابيزة وبعدين نبتدي بقى نخش البلاتوى علشان نصور وبيبقى عارفين هم من لما رمضان يخلص اللي الصغير عارفين الرمضان اللي جاي امتى بالزبط فكانوا زبط والله سبحان الله كانوا بيعرفوا كانوا بيعرفوا صحيح دلوقتي ايه ده رمضان كمال شعر طب صورت طب انت بقى كممثل واخد على جوك كده واخد شغلك شعف ايه وفجأة انت كممثل بنفس التقاليس دي داخل عليك رمضان والهرسة شغالة بتحرمني بقى كتير من اني ابقى في البيت من اني امارس التقاليس الرمضانية بقى هو ابقى متفرج تماما بنام واقوم وتصحر وافتر في البلاتو وخلاص المسلسل على الهوى فهو ايه يعني اللي هو اخر يعني لحظاته بقى اللي هي بتبقى فيه مجموعة من المعتيه في الستوديو البلهاء وناس مش نايمة وناس تهبانة وناس هابلة اه والناس ده وفرها تقول اه والله احنا حواري بخارس تقعدنا نصور فيه لتسعة وعشرين رمضان يا خراب يوم يعني كنا بنصور تسعة وعشرين في الحلقة التلاتين يا لهو يا على ده ساسبنسي شيء قاسي جدا والناس نايمة وبتخبط في بعض ومش فاهمين حاجة خالص وكده واتراحت يعني طعامة رمضان نفسها مش معقول بالزبط حلاوة رمضان بقى ان الواحد يقعد ويتفرج ويفطر مع أسرته